لم تسمي المعنية بالتحذير بالاسم إلا أن الرسالة الفرنسية كانت واضحة فالأمور في المتوسط قبالة السواحل الليبية خرجت عن السيطرة مع تمادي أطراف خارجية في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا قالت وزيرة الجيوش الفرنسية أعلان أرفقته باريس بخطوات عملية لمواجهة ما وصفته الوزيرة بالفلتان قررنا زيادة مساهمتنا في عملية الاتحاد الأوروبي إيريني من خلال نشر الفرقات الأتوشتخذي خلال الأسابيع المقبلة تعزيزاً فرنسي للمهمة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مطلع أبريل الماضي يحمل في طياته رسالة مواجهة صوبة تركيا المتهم الأساسي بخرق الاتفاقات والاستمرار في التهديد والتصعيد في أرجاء المتوسط وعلى السواحل الليبية بشكل خاص قبل عدة أشهر رصدت سفينة يونانية من سفن إيريني سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة والذخائر حاولت السفينة اليونانية اعتراضها إلا أنها كانت محمية بفرقات تركية عسكرية قامت بتهديد السفينة اليونانية واقعة واحدة من سلسلة اختراقات تركية لا تتوقف تقوم أنقرة بموجبها بنقل شحنات المعدات والمرتزقة للقتال لصالحها في ليبيا تجاوزات تقلت تركيا أوراقها أكثر عبر إصرارها على تكثيف مناوراتها البحرية والجوية داخل المياه الإقليمية الليبية منذ الإعلان عن إطلاق المهمة الأوروبية في محاولة من أردوغان لعرقلة ما أمكنه من جهود إيريني كان آخرها مناورات البحر المفتوح التركية مخططات تركية تثير غضب وقلق الطرف الدولي وعلى رئيسهم فرنسا التي وصف رئيسها ماكرون أفعال نظيره التركي باللعبة الخطيرة داعيا حلفائه الأوروبيين للتصدي لتهديدات تركية المباشرة اشتركوا في القناة